الفساد منتشر داخل الحكومة هكذا يرى عراقيون شاركوا في استبيان نشرته مؤسسة غالوبة الأمريكية المعنية باستطلاعات الرأي العام حول العالم البيانات أظهرت أن 86% من العراقيين يرون أن الفساد مستشري بمفاصل الدولة بشكل واسع وأن الانتخابات التي تجري في البلاد بين حين وآخر ليست نزيهة بينما كانت ثقتهم بالمؤسسات السياسية أقل من مواطني دول الجوار وبنسبة تعدل أحد أعلى المعدلات في العالم وهو ما يدل على أن الطريق أمام محاولات الأحزاب لشرعانة العملية السياسية بعيدة جدا وفق غالب وأضاف التقرير أن نصف العراقيين ينظرون بشكل سودوي إذا أقتصاد بلادهم الذين يقولون أنه يزداد سوءا يوما بعد آخر مع استمرار انهيار قيمة الدينار وتراجع قدراتهم الشرائية كما لفتت بيانات غالب إلى معاناة اثنين من كل خمسة عراقيين من أجل توفير الغذاء والمأوة وهي أرقام وإحصائيات تنفيها حكومة الإطار التنسيقي وتشكك بأهلية المؤسسات القائمة عليها فتحاول تمسح قائق مفادها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة لنسب خطيرة مقابل التسويق لمنجزات لم يلمس منها المواطن شيئا فضلا عن تقديم أحزاب السلطة نفسها على أنها نتاج إرادة شعبية وإن كان 80% من الشعب قاطع انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة عملية سياسية سارت بالعراق ليكون ضمن قوائم الدول الأكثر فشلا وصنفت البلاد ضمن أحدث تقييم لمؤشر الديمقراطية العالمي بأنها واقعة تحت حكم استبدادي جراء زيادة الممارسات القمعية وتكميم الأفواه وعدم الاستقرار الاقتصادي وتآكل ثقة الجمهور في الحكومة